ما الذي يجري خلف أبواب عملاق السوشيال ميديا تويتر؟ منذ دخول هذا الرجل شركة تويتر لم تتوقف الأنباء. آخرها هذه القصة اليوم والتي تتحدث عن بيع آثاث المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو. شركة هيريتج جلوبال أغلقت مزادا لمتعلقات الشركة في سان فرانسيسكو. المزاد تضمن ما يزيد عن ستمائة قطعة من آثاث الشركة المكتبي. كالكراسي، الطاولات، المكاتب، شاشات التلفزيون، أدوات الاتصالات، غرف اجتماعات متنقلة، أجهزة كمبيوتر والمتعلقات الأخرى. المزاد استمر ليوم واحد فقط. على ما يبدو أن هذا التمثال المضيئ لعصفورة تويتر زرقاء الشهيرة كان أغلى القطع بعد بيعه بمئة ألف دولار. هنا هذا المجسم لرمز الهاندل أو آت المرفق باسم كل حساب أيضا بيع بمبلغ كبير وصل إلى خمسة عشر ألف دولار. شامل المزاد بيع عدد من ماكينات القهوة مثل هذه بيعت ما يزيد عن ثلاثة عشر ألف دولار. مغردون مشاهدين علقوا على المزاد بينهم رأى أن الأسعار المطلوبة للقطع مبالغ فيها لأنها قطع عادية قد تكون. مثلا هنا مغرد يقول الجديد بحضة عشر ألف وخمسة تسعين دولار والمستعمل بأربعة عشر ألف وأربعمائة ألف دولار. ويرفق هذه الصورة لكرسي يباع في مزاد تويتر. وسعره على الموقع إذا أردت شراءه هو ألف مية خمسة وتسعين. والآخر بالسعر الذي قرأناه قبل قليل. أما هنا باركر يقول موظفو تويتر بعد بيع جميع كراسي بالمزاد. ويرفق هذه الصورة التي يزخر فيها على ما يبدو. لرجلين مقعد يمكن ارتداؤه وتجول به واستخدامه ككرسي عند الحاجة. لم يعلن مشاهدين عن مجموعة المبالغ التي تم حصدها في المزاد. ولكن الحديث عن بيع الأثاث أرجعه البعض إلى ضخامة الديون على الشركة. الأمر الذي رد عليه نيك دوف وهو مثل عن شركة هيريتج جلوبال قائلا. إذا كان أي شخص يعتقد حقا أن عائدات بيع جهازي كمبيوتر وكراسي ستدفع ثمن الديون المتراكمة هناك. فهو غبي. لكن مشاهدين الحقيقة هو أن شركة تويتر تعاني من ديون ضخمة. أمر لا يخفيه ماسك. فبعد إتمامه صفقة شراء تويتر التي بلغت 44 مليار دولار وتسريح آلاف الموظفين. وحروب بعض المعلنين من المنصة بدأت الديون تتراكم. سبعة بنوك على رأسها مورغان ستانلي يدينوا لتويتر بـ 12 مليار ونصف. القسط الأول من تزديد الدين يجب أن يدفع الأسبوع المقبل ويبلغ 300 مليون دولار. سيكون ماسك أكثر المتأثرين بهذا العبء المادي. فلديه الحصة الأكبر من الشركة وبلغت 79 طبعا في المائة.